رحمة الله تعالى وبركاته دائما مع المكونات الغذائية ومكون الحبوب أو البذرات أو البذور هذه الحبوب التي جمعناها في مجموعة واحدة وهي حبوب الكتان، السمسم، الحب السوداء، الحب الرشاد والحلبة والسانة والسانوت، الحب التحلوة والنافع نسميهم في المغرب وكذلك أضفنا حبوب نور الشمس وحبوب القرعيات، بذور القرعيات هناك أشياء أخرى ممكن أن نضيفها مع هذه الأشياء ولكن نكتفي بهذه اللائحة طبعا إذا كان هناك أشياء أخرى إن شاء الله سنضيفها فبدور القرعيات، أنا أقول ببدور القرعيات كل الأشياء، هذه الحبليات، كل الأشياء بما في ذلك حبوب البطيخ الأحمر وحبوب الشمام حبوب البطيخ الأخضر والبطيخ الأحمر والشمام والقرعيات وحتى هذا اليقطين، حتى حبوب اليقطين نسموها القرع السلاوية في المغرب هذا الفرنسية كاليباس وبالأنجليزية البطلغور هذه الحبوب كلها تشترك في خصائص مهمة وهي صنفناها مع هذه المجموعة البودور هذا المكون ومكون مهم جدا في التغذية لأنها تشترك مع هذه الحبوب في الفيتوستيرولات والفيتوستروجينات فهي الفيتوكيميكولز فيها هذه المكونات هي تشترك مع بودور الكتان ومع السمسو مع الحلبة ومع حب رشاد الحبة السوداء ومع هذه في الفيتوستيرول والفيتوستروجين لا نستهلك كثير من هذه الحبوب كما تكلمنا سابقا لكن بودور القرعيات عند ميزة أنه ممكن أن نستهلك كمية معقولة بودور نوارتشمس وبدور القرعيات ممكن أن نستهلك كمية معقولة يعني ما في مشكلة حتى الخمسين جرام وأكثر ممكن نستهلكه يعني هذه مادة غذائية وليست عشبة لا يمكن يعني ليس فيها سمومية ليس فيها أي مشكلة فبدور القرعيات فيها مكونات يعني سر يعني دائما نتكلم عن أسرار الأغذية تجاوزنا مرحلة الكالوريات وبروتينات وهذه الأشياء هذه لا نتكلم عنها يعني هذه الحبوب لا تستهلك هذه البودور لا تستهلك من أجل بروتينات ولا من أجل السكرية ولا الأملاح المديني لكن كما قلت فهذه البودور الأخرى لا ممكن أن نتعد من العاقة صغيرة أو نصف من العاقة حلبة حبرشاد كده لكن بودور القرعيات ممكن أن نستهلك كمية معقولة مع بودور نوار شمس ولذلك فعني المادة الدسمة أو الدهنيات فيها زيت فيها دهن وهذا الزيت يعني بودور القرعيات هي تمشي حتى العشرين حتى الـ 24% من هذه الزيوت فإذا استهلكنا حفنة من هذه البدور فسنحصل على كمية جيدة من زيت هذه البدور القرعيات ولا نتكلم عن استهلاك زيت بدور القرعيات نحن نستهلك عن استهلاك بدور القرعيات لأن زيت بدور القرعيات هذه شيء آخر لا نتكلم عنه فحمد الأوميغا 3 يوجد في بدور القرعيات وكذلك التوكوفيرول هذا يعني الفيتامين A يعني التوكوفيرول معروف عليه أنه ضد الشيخوقة وكذلك هذه الأوميغا 3 ضد الشيخوقة وفيها سيلينيوم هذه معدن سيلينيوم ضد الشيخوقة وفيها الزانكو هي شوية آيودينوفا تريبتوفين والتريبتوفين هي التي تعطيه السيروتونين والميلاتونين هي التي تساعد على النوم لأنها طبعا هي معروفة بهرمون الراحة يعني هرمون السعادة هذا السيروتونين بذور القرعيات تستهلك بالغلاف تستهلك بقشورها يكون أحسن لأن فيها ألياف جيدة فيها ألياف جيدة وملينة والأشخاص اللي عدوا مثلا تقرحات على مستوى القولون هذه جيدة لما نقول جيدة لمرض لا نقول خلطة عالج الأمراض يعني نلاحظ هذا الأشخاص في التعليق يعني يكتبون كم وهذا وهناك من يعطي خلطات في التعليق يعني هذا ونحن نمسح أي خلطة أو أي وصفة تعطات من المتتبعين كتعليق يعني في التعليق لا نريد خلطة ولا وصفات على القناة أشياء تبقى مهمة جدا ونحن نوعي الناس ولا نريد أن نسقط في الخلطات نحن نحارب هذه الوصفات والخلطات العشوائية أقولها مرتين نحن نحارب الأشياء العشوائية لأن هذه صحة الإنسان إما أن تكون علوم وإما أن يستحي الناس من بعضهم البعض هذه علوم إذا كان هناك صيادلة أو أطباء أو باحث أو علماء أو هذه الشيء ممكن نعم ولكن أن يأتي شخص ويقول بأنني جربتها واخترعتها وكذا إلى خير فهذه غير مقبولة علميا غير مقبولة ويجب أن ينتبه الناس وأن يحضر الناس هذه الأشياء هذه ثم حتى بعد المواقع واخذين صورة الدكتور فيد ودائما يكتبون عنوانا كذا يعني علاج كذا وتصلح لكذا ومن أدخل لتنظر كيف كذا ودعا إلى كذا وعلاجات كذا وكلمة عجل لا أستعملوا أنا لا أستعملوا كلمة عجل يعني ترون صورة فيد ثم يكتبوا لكم عنوان يعني جداب يجلبونكم به هذه تحايلات يعني على المستمعين والمتتبعي ويجب أن يحضر الناس هذه الأشياء هناك قناة واحدة فقط يافيت تيفي وهذه المعلومات الآن الحديثة التي نسجل الآن هي يعني منقحة ويعني نظيفة جدا ومركزة يعني عند أسوص علمية يعني تسجيلات قديمة 2006 و2007 و2010 و2011 هذه تسجيلات قديمة برنامج كان على الإذاعة برنامج الآن بدأوا يقطعون في هذا البرنامج ثم ينشرون هذا كذا وينشرون بعض مواقع اسم محمد فيد هناك موقع واحد مسؤولنا عنه هو فيد تيفي مع هذا فيد تيفي لسنا مسؤولين عن أي شيء آخر وحتى المتتبعين يجب أن لا يسقطوا في هذا الفخ فحبوب القرعيات أو بذور القرعيات المكونات أو الأسرار المكونات القوية أو الأسرار هي السيلينيوم هي غنية بالسيلينيوم والزانك يعني الاثنين مجموعين في حاجة وحدة يعني هذا شيء عجيب ثم فيها حمد الأوميغا 3 والتريبتوفين يعني هذا حمد الأميني والتريبتوفين والسيروتونين هي جيدة حتى الأشخاص لعدهم يعني توتر أو لعدهم عدم النوم أو أرق أو شيء هي جيدة وبدور القرعيات تؤكل شرط ألا تكون يعني مملحة الناس تكون مقلية هذه الفرايد تكون مقلية ثم روستد تكون روستد ويكون وضيف إليها الملح هذا هو المشكل يعني يجب أن هذه الحبوب أن تستهلك بدون ملح يكون أحسن يعني صوديوم كثرة الصوديوم يعني ستجعل من هذه الحبوب غير نافعة بل مدرة إذا كانت مملحة فهي مدرة خصوص الأطفال صغار فهذه الحبوب هذه كما قلت يا فيها سيلينيوم سيلينيوم يحفز سيبر أكسايد ديسميتيز محفز هذا الأنظيم داخل الجسم الأيس أودي والأيس أودي فيه اثنين واحد واثنين لأن خارج الميتوكندرية وداخل الميتوكندرية ويحفز يعني هذا كذلك بالمعادين هذه الغليطاتيون عفوا الغليطاتيون أكسيديز وكان سيبر أكسايد ديسميتيز الغليطاتيون أكسيديز والسيبر أكسايد ديسميتيز هذه الأنظيمات الأثنين إذا كانوا داخل الجسم ناشطين فلا يمكن أن يتسمم الجسم لا يمكن أن يقع تخريب داخلي للجسم وهذه الأنظيمات تحفز بالسيلينيوم وكذلك بالنحاس وبالمانغانيس والنحاس والمانغانيس موجودين في بذور القرعيات السيلينيوم موجود في بذور القرعيات فيه كذلك مكون شوية ليس كثير بعض الأشياء من فيتامينات ومتوكوفيرول هذه فيتامين أي ولكن بعد شوية بيريدوكسين شوية فيتامين D ولكن لا يعتد بها يعني هذه على شكل أثر تتبقى المكونات القوية وهي هذا الأوميغا 3 مع السيلينيوم مع الزانك مع حمد التريبتوفين مع الألياف اللي قلت يا ألياف ملينة للجهاز الهضمي ومع الفيتوستيرول مع الفيتوستروجينات يعني مصدر مهم من الفيتوستيرول والفيتوستروجينات هذه مهمة جدا والسيلينيوم مع الزانك لما يجتمعان هذه الاثنين فهما مع الأوميغا 3 طبعا يعني ليس هكذا فهذا يعني يتبت فهذا يتبت هذا يحبس تأكسد يعني هذا الهرمون على مستوى البروستاتا ويعني التستوستيرون على مستوى التستوستيرون فلما يتأكسد التستوستيرون كي يقول لي هيدروكسي تستوستيرون يقع صلاع ويقع تدخم البروستاتا تدخم البروستاتا في الطور الأول ربما يدوم سنوات ثم يتحول إلى سرطان البروستاتا لذلك الأشخاص اللي عندهم تدخم اللي عندهم هذه البنين بروستات إيبربليزيا هذول اللي عندهم هذه المشكلة تدخم بروستاتا يجب أن ينظروا إلى الموضوع يعني بحكمة و بقوة وأن لا يتغافلوا عنه وأن لا يعني يرتخوا مع هذه الأشياء هنا كثير من الرجال الخصوص الرجال يشتكون من هذا القضية يعني هذا انتفاق البروستاتا فيجب أولا ليس هناك علاج إذا لم يتوقفوا عن اللحوم هذه علوم ونحن إن شاء الله رهنا الإشارة من أراد يعني مؤتمر أو أي شيء لا يمكن علاج تدخم البروستاتا أو الخلال الهرموني عند النساء نفس الشيء لا يمكن علاج البروستاتا بأي علاج كيفما كان ولو أتى من القمر بدون أن يتوقف الناس عن اللحوم عن الشحوم المشبعة وعن الكوليستيرول بدون أن يتوقف الناس عن الدجاج والدك الرومي والغنم والمعز والبقر والجموس وكل اللحوم بدون أن يتوقفوا عن الدسم الحيواني ليس هناك علاج لا في الأعشاب ولا في الطيب الحديد ليس هناك علاج هذه أمر واضح ولكي لا نبقى في الأخذ والرد الناس يتبعوا أي علاج نحن لا نتكلم عن علاج في حديداتي يتبعوا أي علاج لكن أن لا ينسوا بأنهم يجب أن يتوقفوا أولا عن مسببات هذه الأطروفية هذا الانتفاق هذا التضخم فهذه الحبوب هذه بدور القرعيات هي غنية بسيلينيوموموغانيز يعني كمكون غذائي كمكون غذائي ليس كعلاج كمكون غذائي يعني يفتروا بها يتغدوا بها حاجة مهم أن تكون داخل النظام الغذائي لجميع الأشخاص وليس لديهم هذه البرستاطة البينين هذه الإيبربليزي فهذا الفيتوستروجين فيتوستيرول فيتوستروجين هو جيد لجميع الخلال الهرموني عند النساء وعند المرأة عند النساء وعند الرجل حتى الخلال الهرموني عند النساء والفيتوستيرول وفيتوستروجين ولا يمكن أن تعالج المرأة بأي دواء إذا لم تتوقف عن اللحو لا يمكن في الدول الغربية ولا الشرقية ولا في أمريكا ولا في أوروبا نحن نتكلم عبر اليوتيوب وليس نتكلم في فضاء نغربية محلية نحن نتكلم عن اليوتيوب ننصح ناتقنا باللغة العربية أو من أراد أن يترجم لأخوان دينا أي واحد يترجم لي بالأنجليزية أو باللغة أخرى حديثي هذا فأي علاج نتكلم عن إلاج يتبع الإنسان أي علاج النساء ولا الرجال يتبعوا أي علاج ليس شأني ولكن ليس هناك لا ينتظر نتيجة إذا لم يتوقفوا عن اللحوم وأنا مستعد يعني هذه مستعد لأي مؤتمر في أي بلد كان يتوقفوا عن الدسم مشبعا عن الشحوم وعن الكوليستيرول يتوقفوا كذلك عن المواد الصناعية ومضافات الأشياء الأخرى ثم يتبعوا علاجهم فستكون نتيجة 100% وسيلاحظ الرجال على الخصوص سيلاحظون ألا ما يتوقفوا عن الدسم فهذا الخروج في الليل خمس مرات وسبع مرات سيقل بمعنى أن الحجم بروستات سيتراجع إذا تراجع حجم بروستاته هرمون PSA إذا كان هرمون PSA صعد لـ 60 و70 ثم نزل إلى 4 أو 5 فهذا دليل على أن علاج كين نتيجة جيدة هذا ما نريده للناس ولذلك نتكلم بشدة لماذا؟ لأن هناك أشياء غير معروفة وأسباب الأمراض بالنسبة لنا أسباب الأمراض كلها معروفة لكن مع الأسلام مع الأسف يعني طبعا ففي الطب لا يمكن أن يدرسوا كل شيء وهناك من لا زال يظن أن علم التغذية شيء بسيط نعم علم التغذية شيء بسيط فقرة بسيطة لكن علم الأغذية علم شاسع جدا وعلم 9 سنوات تدريس وليس أي شيء وهذه المكونات يعني في النظام الغدائي الفيتوستروجين والفيتوستيرول هذه ليست مغديات بروتينية ولا فات للتاقوي هذه لضبط الهرمونات داخل الجسم هذا شيء طبي يعني نحن نتكلم عن المواد التي تضبط الفيزيولوجيا الجسم والفيزيولوجيا لا تضبط إلا عبر الهرمونات ولما تضبط الهرمونات يعيش الشخص بسلام إذا لم تضبط كل الهرمونات بما في ذلك الغداء الصماق والتيرويد وبما في ذلك الأنسولين يعني كل الهرمونات داخل الجسم إذا ضبطت يعيش الناس بسلام ولا تكون شيخوخة ولا يكون أي مرض تخريب داخل الجسم إذا كانت الهرمونات فيها خلل على مستوى الأعضاء أو في جزء ما من الجسم يكون مشكل سيحصل مشكل يعني لا يمكن أن لا يكون هناك مشكل ولذلك هذه الأشياء البسيطة التي نتكلم عنها هي يعني مغيبة في النظام الغربي نظام الغذائي الغربي مغيبة حبوب الكتان والسمسم والحبة السوداء والحبرشاد والحلبة وبودر الكتان أشياء مغيبة الآن يعني حبوب نوار شنس تستهلك بكمية عليين هذا يعني تستهلك شيئا ما هذا سيدز هذا يعني السانفلاور سيدز قليل من الآن سيمسم كذلك بدأ يستهلك قليل فلاكسيد هذه حبوب الكتان في أمريكا بدأت تستهلك نعم جيد ولكن لا زال هذا المكون لم يأخذ أهميته من ضمن المكونات الغذائية الأساسية التي لا بد للجسم منها يعني هكذا يعني يجب أن تأخذ الأمور إن شاء الله نكتفي بهذا القدر وإلى حلقة مقبلة